تتجه أنظار السحرة المستديرة حول العالم صوب ملعب دو فرانس في باريس حيث واجه ليفربول الإنجليزي ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا إن شاء الله يعني يا رب ريفربول يكسب ومو صلاح يعملين حاجة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله النهار ده ليفربول بقى يعوض الخصارة اللي حصلت لقبل كده قدام ريال مدريد بالخصوص زي ما كابت محمد صلاح قال وهو مستني ماتش ده على نار إحنا هو سكمل عاجة زي كده وإن شاء الله بإذن الله تبقى فرسود النهار ده النهار ده إن شاء الله يكسبه 2 نصف بإذن الله إن شاء الله ريال مدريد هتفوز بإذن الله النهار ده يعني إحنا كلنا بنتمنى إن محمد صلاح يكسب طبعاً فليفربول يكسب إن شاء الله 2-1 مثلا إن شاء الله الليفورد يكسب يعني 3-1 بإذن الله يعني إن شاء الله محمد صلاح يجيب جونه ويعمل أسست بإذن الله والله يبقى ماتش كوي جداً هيبقى فيه ندية كبيرة يعني ماتش زي ما بنقول كده ما بين الخبرة والحماسة يعني رأي المريد خبرة كبيرة في أوروبا ليفربول يعني عايز ياخد البطولة بيلعب بتاكتك عالي كلوب بيلعب بتاكتك عالي قوي بيلعب بحماسة ممكن هنشوف ماتش كوي أتمنى أن محمد صلاح يكسب ويجيب 3-0 إن شاء الله ليفربول ومحمد صلاح بإذن الله أجيب جون بإذن الله إن شاء الله بإذن الله إحنا أملنا كبير في محمد صلاح لأن كلنا طبعاً عشاء محمد صلاح سواء إذا كان بيلعب ماتش محلي أو كان بيلعب في ليفربول فبإذن الله إن شاء الله محمد صلاح هيفرح كل المصريين بإذن الله إن شاء الله بإذن الله ليفربول تكسب عشان قطر إن شاء الله محمد صلاح يفرحنا أنه فخر العرب وكذا إن شاء الله بإذن الله فأنا إن شاء الله متوقع أن ليفربول بإذن الله هو اللي هيكسب إن شاء الله أنا بشجع ليفربول أيهوب يعني أن ليفربول هي اللي تكسب توقعاتي ممكن يكسبوا ثلاثة واحد ان شاء الله النهاردة صلاح يجيب جون والليفر هيفوز وهنفرح كلنا النهاردة